مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مشروع تقسيم العادي للطروة يبدأ فضمن خرجات مفاجئة أعلنت مؤخرا كانت في الغالب تنبئ بتحسن تدريجي البداية مع رفع المنحة الخاصة بدوء الاحتياجات الخاصة أي بدلا من أربعة ألاف دينار سيسحب عشرة ألاف دينار أي مليون كذلك تم إقرار الدارب على الطروة للأترياء ورجال الأعمال وهي نفسها التي كان أويحي ألغاها كون حرفته كانت حلب الفقير وإعفاء الأترياء من كل الرسم لهذا مع إقرارها حاليا ستدعم الخزينة العمومية أما الخطوات المكملة هي بتقسيم العادل للطروة أولا تم إلغاء طبع الأموال التي كان أويحي أنتهجها وتسبب حينها في انهيار وتدمير الدينار نظرا للتمويل الغير تقليدي لهذا ومع إلغاء قاعدة 549 ومنح تسهيلة للشركة المحلية والأجنبية من أجل التنافس فيما بينها الأمر الذي سيوفر مناصب شغل كثير جدا وتدريجيا سيرتفع دخل كل مواطن برفع الأجور أولا وعند استعادة الدينار قيمته ويرتفع تصبح القدرة الشرائية أفضل بكثير فأولى الخطوات الرصيمة في انتظار الأفضل مستقبلا بإذن الله خصوصا وأنه بدأت حملة استعادة المال المنهوب الذي كانت هربته العصابة نحو الخارج فإعادته سينعش الخزينة العمومية لا تنسى الضغط على زر الإعجاب كما لا تنسوا مشاركتنا بأرأيكم والاشتراك في القناة وفضلا منكم دعمنا بتفعيل الجرس وشكرا جزيلا